وبعد ما شرحنا lesson يلا بينا على exercise 8 هنفهم هنا اهم المسائل الموجودة في كتاب المعاصر number one بيقول use the subtract to solve the problem then round each number to the nearest thousand دي اهم point عندنا يعني هو عايز ايه دي اهم نقطة ان احنا نفهم ال problem بتاعتنا عايز ايه اول حاجة هو كده عايز the exact sum اللي موجودة عندنا هنا يبقى 3-2 equal 1 6-4 equal 2 2-8 يبقى 12 على طول minus 8 equal 4 وال9 عندنا بقت 8-3 equal 5 بعد كده عايز هراون to nearest thousand ناخد بالنا قالك thousand يبقى حط underline على طول تحت thousand وبصت على يمين ال number هنلاقي ايه هنلاقي number 2 التو هيعمل حاجة لل9 لا هيخلي ال9 زي ما هي عشان هو smaller than 5 وده شرحناه بالتفصيل في lesson بتاع ال round هنحط ال 9 وكل اللي بعدها zero طب هنا 3 ال 8 هتعمل ايه لل 3 هتخليها 4 يبقى نحط الفور وكل اللي بعدها zero نعمل لهم minus هنلاقي ان عندنا difference بقى five thousand طيب تعالوا كده لل exact sum ده لو انا عملت له round two thousand اهو هل الفور هتعمل حاجة للfive لا هتخلي الفايف زي ما هي يبقى طلع فعلا five thousand يبقى مدام لما عملت لل difference round two nearest thousand اللي هو طلبه مني في المسألة وطلع نفس النمبر يبقى تاكده على طول reasonable تمام طبعا الباقي بتاع number one هو نفس الطريقة بتاعت الحل طيب تعالوا على number two بيقول لي برضو use the standard subtraction then round two nearest thousand برضو to check reasonable برضو يبقى برضو هاجي هنا عند النمبر واعمل له nearest two thousand هاجب له ايه الاول هاجب له ال exact sum نفس الموضوع بالضبط four minus one equal three five minus three equal two وsix minus four equal two واده كما و two minus one equal one طيب لما انا اعمل له round اهو underline تحت الثالث عشان ما نطلق بطش ال six هيخلي two three ادي three thousand طب الفور هيسيب ال one زي ما هي طيب ال difference كده هيطلع ايه هيطلع two thousand صح طيب انا لو مسكت ده اللي هو ال difference وعملت له round two thousand هل هيطلع two thousand لا هيطلع كم هيطلع one thousand صح يبقى كده ايه not reasonable يبقى احنا فهمنا ودي النقطة اصلا الجديدة اللي علينا احنا فهمنا exact sum طلع لو جيت عملت له round two thousand اللي هو طلبه وما طلعش نفس الناتج بتاع ال round يبقى ده على طول not reasonable طيب number three عايز ايه عايز مني ان انا اعمل complete يعني اعمل difference عادي جدا طيب تعالوا على number four بيقول لي compare compare يعني انا همسك two numbers وعمل لهم difference وامسك two numbers وعمل لهم difference وهشوف احط bigger than or smaller than or equal تعالوا مثلا على number eight دي expanded form شرحتها بالتفصيل عندنا اكبر رقم بتكون من five digit يبقى انا كده عرفت ان النمبر عندي عبارة عن five digit اول واحدة اهي 10 thousand one بعد كده 1000 كام 8 بعد كده كام بعد كده 100 اهو 2 بعد كده 10 8 بعد كده ده 7 طلعت النمبر اجي على النمبر ده واعمل له difference 14 minus 7 equal 7 ال five دي بقت four بقت برضو 14 minus 6 equal 8 وهنا ال six دي بقت five 5 minus 3 equal 2 وناخد الكام وي ال 18 هنلاق ان نمبر equal يبقى حط equal على طول طبعا نفس المسائل التانية هتتعامل بنفس الطريقة طيب تعالوا كده على story problem اللي انتو بتشوفوها ان هي مشكلة لstory problem كل المطلوب ان انتو تقولوها صح وبس زي ما اتكلمت وفي شرحت في الaddition ان دايما الaddition بيطلب مني باول ما لاقي كلمة the sum او all او together معناها the addition هنا لما لاقي كلمة remaining لما لاقي كلمة the difference ده معناه ان انا بعمل عملية المينس ارود او 675 كيلو متر if a train traveled a distance 239 what is the remaining remaining على طولي يبقى هو من ديني total 675 minus 239 وعمل لها وعمل لها ايه وعمل لها subtract اهم حاجة بعد ما اعمل الـ 2 number subtract ما نساش اليونت الي هي الكيلو متر تمام طيب number B بيقول لي حسن has 8,460 he bought a phone for find the money remained يعني هو معا التوتل اخذ منه المبلغ ده هيتبقى معا كام يبقى 8,460 minus 3,650 equal اطلع ومنساش اكتب ال unit اللي هي الباونس طيب نمبر سي بيقول لي زر R 7,258 and 2,147 and are female عايز الميل يبقى انا معايا التوتل اهم منهم 2,147 في ميل يبقى الميل قد ايه يبقى هعمل ال 2 number minus واللي هيطلع ده هو الميل سامير and محمد participated in a project اشتركوا في مشروع سامير بيد سامير دفع المبلغ ده if the cost of the project يبقى ده التوتل اهو التوتل بتاع المشروع كله وسامير دفع ده يبقى محمد بينج هيدفع قد ايه يبقى هجيب التوتل دايما في ال minus اول number بيبقى التوتل غير البلاس البلاس الصم اللي بيطلع عندنا ال result هو التوتل يبقى دايما في المينس لان المعلومة دي مهمة اوي اول number هو التوتل 342 650 equal ولا ناتج اللي هيطلع ال difference هايبقى بي الباونس طب يقولي if the population of مطروح government is اهو عدد السكان في مطروح and the population of south sina وفي sina اهم then what is the difference between اهو the difference قالك بشكل واضح ايه هو difference يعني هاتي two numbers واعمل لهم minus بس واللي يطلع ده هو عدد واللي يطلع هو عدد ايه عدد ال people تمام محمد هز 15000 بي بو تا كمبيوتر with and a mobile with remain reminder عايز reminder يعني برضو minus بس هنا ايه بقى هو معا total 15000 اشترى حكتين يبقى الحكتين اللي اشتراهم دول لازم اعمل لهم الاول plus تمام كده وبعد كده اعمل لهم minus لل 15000 يبقى دي الففتين thousand minus zero 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 four plus seven eleven يبقى twelve يبقى هو كده مع ايه معه 3000 bound a trap جوا ant wanted to cross a river that was the ant had already swim يبقى هي اصلا المفروض تعمل swimming على مسافة 3548 هي عملت منهم 1672 how much further does the ant have to go يعني هي المفروض بقى فضل لها d ايه يبقى انا معايا total برضو minus اللي هي بالفعل go مش it يبقى انا هعمل two number d minus ومنساش اليونت بتاعتي بالcentimetre طيب two columns of fire ant were stuck in a flood and made floating raft to survive the first cloney had approximately and the second how many more اهي more برضو دي كانت برضو من علامات المينس اللي انتو خدتوها قبل كده يبقى لما لقى كلمة difference لما لقى كلمة more لما لقى كلمة remaining اعرف على طول انه عايز اعمل subtract second اهو minus هامسك two numbers دول واعمل لهم minus واليونت بتاعتي هتبقى ants او افير ant cloney has genitube distracter ant cloney has what is the difference between اهو ال difference يعني هو غيب لك story problem بكل صراحة يعني 255 minus 6200 ويه اللي هيطلع هيبقى بالانس طيب التشالنج ده كده نركز فيه بيقول لي 7 احنا لسه قيلين ان النمبر الاوليني اللي في ال difference هو بيبقى total يبقى 7 minus كام equal 3 7 minus 3 طيب اللي فوق ده total يبقى معنان 2 number ده ايه plus يعني 9 minus 7 equal 2 3 minus equal 0 3 احنا اتفقنا اللي فوق ده هو الكبير بتاحهم هو total يعني 2 number دول plus يبقى 8 طيب هنا ده كبير 4 minus 5 احنا اتفقنا 4 minus 5 ينفع ينفع اللي فوق يبقى الصغير يبقى 14 على طول 14 minus 5 يبقى 9 يبقى ده بقى 5 5 minus 2 equal 3 3 minus 2 equal 1 وهنا اتفقنا اللي فوق total يبقى 1 plus 1 equal 2 ويلا بينا على الملتيبل الملتيبل هنا سهل جدا اول حاجة طالب منك subtract طبعا قايل لك السؤال بصورة واضحة جدا اعمل minus لل 2 number بعد كده number 2 find the difference كله هنلاقي ان هو طالب مني the difference طب تعالوا كده على number 5 بيقول لي which one has the answer ومديني the difference معناها ايه ان انا همسك كل واحدة وهجيب the difference بتاعها وال difference هيطلع ال number ده يبقى هو ده اللي صح طيب number 6 همسك 2 number دول عمل لهم plus ودول minus وهشوف مين فيهم smaller or bigger or equal طيب number 7 هنا بيقول لي a local bakery sold 1232 in one day if they sold لو هم بيعوا 876 in the morning how many were sold at the rest rest دي يعني remember برضو المتبقي يبقى انا همسك 2 numbers واعمل لهم minus بس كده طيب if احمد had 100 and the sum sum يعني total انا لسه الى الكون point دي مهمة جدا number sum ده يعني total اما في difference اول number هو اللي بيكون total يبقى ده كده total يعني ده كبير هنعمل minus 100 يبقى سلما solve this problem what is here next step انا قلت 4 minus 2 equal 2 هل 2 minus 5 هتنفع لا يبقى 2 دي هتبقى 12 صح يبقى هتعمل regrouping يعني هتاخد من اللي جنبها 1 فبقى 12 يبقى regroup the tenth place and subtract 5 from 12 صح اللي بعدها regroup the tenth place subtract 5 from 11 لا هي 5 from 12 يبقى number c اتمنى الدرس بالنسبة لكم يكون سهل وبسيط الدرس ده ما فيوش اي حاجة غير بس موضوع reasonable لكن كله خدناه قبل كده لو لكم اي سؤال ابعتوه لي على group وانا هرد عليكم